السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم وبركة علي سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام إن هذا إن شاء الله عملنا البتنجان المخلل بطريقة حلوة جدا هيلة إن شاء الله تعجبكم جدا 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 عايز أقولك بقى كل اللي بيأكله من إيدر بيحلف إن عم في حياته مكالبتنجان بالحلوة دي والله العظيم من غير أي مبلغة يعني كل اللي بيأكله بجد أنا كنت بحسبها مبلغة يعني أو مجاملة بس بجد لما لقيت كذا حد كده يأكله بيقولي بجد تسلم إيدك إيدر على الوصفة يعني حسيت إنه حلو مش هقولك بقى حلوة زي بتاع بره لأ من غير بردو مبلغة أحلى مبارة مئة ألف مره حاجة كده تفتح النفس جد أول ما فتحت البرطمان بتاعي الريحة كده بس تجوة حاجة حلوة جدا جدا شايفين الجمال ما شاء الله عملنا البتنجان الأسفد والأبيض بطريقة وبتدبيلة وحاجة كده منتهى الجمال تأكيد بسطة جدا بس بتطلع لك بتنجان مخلل زبدة مستوي بس خدي بالك مش مهنة لأ زبدة ومستوي وفي نفس الوقت فيه أرشة حلوة جدا 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 شايفين بس اللون بتاعه حلو جدا عملنا من غير ألوان صناعية من غير بنجر حاجة كده منتهى الجمال شايفين الجمال بجد يعني أرشة حلوة كده ومالحه مزبوط جدا جدا ومستوي وحاجة كده زبدة بجد يستهل التجارب إن شاء الله هتعمليه ويعجبك جدا وهتعتمد الطريقة دي إنس أي طريقة تاني شايفين الجمال بجد الأبيض والأسود اللي اتنين أحلى من بعض يا سيدي يا سيدي مفيش أحلى من كده لا يجبقوا أنت بتتبعيني أول حاجة هنقول بسم الله عندي جماعة كيلو ربع من البتنجان البتنجان أبيض وأسود كيلو ربع تمام؟ يستحب المقاسة الصغيرة أنا هنا عندي المقاسة الكبيرة والصغيرة الاتنين شغالين حلو ما فيش حاجة تقولك لأ عندي كده كم قرنة فلفل صبايسي شط صبايسي عندي أربع لمونات كبار عندي حزمة صغيرة من الكوزبار الخضر لو فيش شبت بس ما تقطرش يعني يستحسن كوزبار خضر عندي راس من التوم متوسطة لا كبيرة ولا صغيرة عندي أربع قرنة فلفل أحمر أربع كبار قرنة واحد أخضر اتنين شط صبايسي خضر لو حاب تستغني عنها خلاص عندي معلقة كبيرة من الشط الصبايسي اللي هو مسحوق الفلفل الحار معلقة تين كبار من البابريكا أربع معلقة كبار من الملح معلقة كبيرة كمون ربع كبيرة صغيرة من الزيت حوالي أربع معلقة كبيرة من الخل يعني ربع كبيرة صغيرة خل الأبيض تمام؟ من غرس الكينة بقى هنبدأ نشيل الوردة بتاعة البتنجان سهلة جدا بتتشل بالأيد بنرفع بس الوردة كده من تحت وبنقطها كده من فوق بتتشل بسهول وخذ بالك مش هنفتح البتنجان ليه بقى البتنجان بيسود معانا عشان بنفتح قبل السل عايز أقولك بقى من خلاف انه بيسود بيشرب ميا كده بيبقى طعمه لا مش لذيذ قعد جرابي كده هنقطم كده الوردة بقدينا ومش هنفتحها وهنسلق كده على طول إن شاء الله أوعيدك دي أحلى طريقة هتعمليها للبتنجان مش هتعتمد يا للطريقة دي أصلا خلصنا كده البتنجان معانا هنيجي للتدبيلة هنيجي للفلفل الأحمر الكزبار الخضرة التوم هنرفرهم فرامة حلوة في الكبه بتاعتنا فرامنوهم بالشكل ده هنضيف ربع كبيرة صغيرة من الخل حوالي أربع معلق كبيرة هنضيف معلقة كبيرة كمون هنضيف معلقتين ملح أنا عندي هنا أربع معلقة ضفطة بس معلقتين معلقتين كبيرة من البابركة معلقة كبيرة شطس بيس لو مسحوق الفلفل الحار لو انت حابة تستغني عنه بس يعني ما يبقاش بدنجان أنا لم يققم شطش عالتو حلوة كده عندي الميا بتاعتي بتغلي يا جماعة ما فهاش أي إضافة خضيف بس معلقتين كبيرة من الملح يعني كل الملح اللي احتكتوا على كيلو ربع من البتنجان معلقتين كبيرة في السل ومعلقتين كبيرة في التدبيلة وعايز أقولك ملح مزبوط جدا 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 هنضيف البتنجان بتاعنا اخدوا بالكم ما فتحتناش البتنجان لو فتحت البتنجان هاي شرب ميا وهي سود وطعمه مش هيبقى حلو خالص هياخد معانا غلوة واثنين عايز أقولك بقى التسوية دي بتاعتك انت حابة تاكل منه على طول هتاخدي كمان غلوة هيبقوا ثلاث غلوات معاك أنا هنا فتحت عليه في اليوم التالت كان حلو جدا جدا وقعد معايا يا جماعة عايز أقولك يعني يقعد معاك عشرة يوم ويقعد معاك إسبوعين ويقعد معاك ثلاث أسابيع حاجة في منتهى الجمال هياخد غلوة واثنين وهنصفي التدبيلة بتاعتي هنعصر بقى أربع لمونات خد يبالك أربع لمونات قبار يبقى فيهم ميا كده اللمون بيديله طعم ومزازة حلوة جدا عصرنا اللمون بتاعنا هنقلب شايفين الخلطة بتاعتي راحتها والله حاجة كده جبارة شايفين حتى لونها وشكلها ما شاء الله نيجي هنا بقى للبتنجان بتاعي طبعا البتنجان اللى بيت كده قدت لقلوا نغاية ومش حاطفي بس عايز أقولك كان طعم في منتاع الجمال ومتخفيش مسودش أنا هفتح قلب الوقت وهتشوفوه أبيض جدا زي منتوا شايفين أنا خطبات التسوية بتاعته يدوب غالوتين بس أنا مش عايزاي يستبع في الميا بتاعتي أنا عايز بقى في قرشة حلوة كده يعني غالوتين وبعدين يا جماع شاطفطوا بميا برد عشان ما هتكملش عملية سواء وهيسيبه يبرد خالص أنا عايز اشتغل فيه هو برد والميا كمين بتاعته تبرد تمام عندي البرطمان اللي هشتغل فيه طبعا مخصول ومتعقم وزي الفل ناشف جدا يا جماع البرطمان مفوش ميا تمام شايفين بقى البتنجان بتاعي بفتحوه قلبه أبيض جدا 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 والتدبيل اللي بتاهتي وابدأ أرص في البرطمان بتاعي لو انت حابت تعملي في علبة هيبقى حلو وزي الفل أنا بحب أعمله أكمل الأول في البرطمان كامي يوم وبعدين ايه أحطه في علبة تمام شايفين قلب البتنجان بتاعي خد بالك بقى تفتحي الفتحة بطول كده بس مش لآخر البتنجان تمام خد بالك مش لآخر البتنجان وهنبدأ نحشي كده نملاب قبل خلطة تاعتنا الجبارة لو خدت بالكم في بتنجانة بيضة هي قدامي متخللة دي اللي كنت حطتها أول واحدة في البطمان أنا شلتها لأن البتنجان السود يا جماعة يعني بيستحمل شوية اللابيض ما بيستحملش لو هتخليه الاثنين زي بعض معايا كده البتنجان الأبيض والأسود زي ابدأي بالأسود الأول وبعدين اللابيض على الوش لأن اللابيض يعني بيتاكل بصرعة وبيستوي بصرعة شايفين قلب البتنجان بتاعي الأبيض والأسود قلبه زي الفل اللامون اللي عصرناه بحطه كده ما بين البتنجان وبعضه بيديلوا رحها حلوة ومزازة حلوة وده شطة زبايسة حارة جدا يا جماعة أنا بحب يعني القشرة بتاعيتها مع البتنجان ضفنا كده مع علاقتين زيت على روش البتنجان بتديله اللامعة حلوة كده وبتحفظ له عليه التدبيلة اللي اتبقت معي حسنناها كتيرا فاشلت كده شوي بول السمك أو لأي حاجة أنا أحتاجها تبقى جهزة معي في التلاجة معلاش الكاميركات فصلة هنا مع علاقتين كبار من التدبيلة نزلت عليهم بمية سلق البتنجان نقلبهم كويس جدا مع بعض وننزل على البتنجان بتاعي بجد يا سيد يا سيد حاجة كده تفتح النفسه شايفين هقلب كده البرطمن براحة خد خدوا كده براحة يدوبك يا جماعة شايفين المية يدوبك مغطية البتنجان بتاعي آخر حاجة معلقتين كبار زيت كده على الوش يعني كل اللي احتاجته معلقتين كبار زيت كده على البتنجان ومعلقتين كده كده كبار على الوش بس كده ملحه مزبوط جدا وراحته وطعمه فضيعة إن شاء الله هتدعيلي بعد الفيديو ده شايفين حتى الجمال يعني يتحدث البرطمن يتحدث عن نفسه عايز أقوليك قاعد يومين على الوخامة بالم 대표 فتحت عليه في اليوم الثالث عايز أقوليك بقى مستوي جدا قاعد معي إسبعين وقت معي 3 أسابيع حلو جدا بس عايز أقولك طبعا أول ما تفتسه علي 인 أقاعد يومين الغير تلاج edits بس ما فتحت عليه في اليوم الثالث حطته في علبة وشلته في التلاجة بجد حلو جدا جدا شايفين الجمال جنب الفول جنب طعمية جنب محشي بقى اي اكل بجد يفتح النفس معا يعني جبار وخصوصا بقى الشرق واكلات الشرق فبتبقى عز حاجات يعني حرشة وحمية زي دي شايفين الفلفل بتاعي حاجة كده على فكرة حامي جدا يا جماعة ان شاء الله فيديو يعجبكم جدا جدا وطريقة تتعجبكم وتعتمد الطريقة دي بعد الفيديو بجد لو حسيت ان انا بابلغ مش بابلغ والله بس بجد كل اللي بيكله من ايدي بيقول لي بجد تسلم ايدك حلو جدا فحبيت اعمله لكم وان شاء الله يعجبكم ده كان فيديو النهاردة لو فيديو النهاردة عجبكم لايكو الشير اشتراك في القناة استردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته